اهلا احباتي لبس عليكم اتمنى اموركم واخباركم ستكون بخير على خير اليوم ان شاء الله سنرى فيديو جديد على قناتنا النكرام غريبية هذا الفيديو سيكون خاص قليلا بحيث سنرى في عراضة او لمائدة افطار رمضانية عائلية نتمنى الاقتراحات التي سنقدم لكم اليوم والوصفات التي سنتقسمها معكم اليوم تنال رضاكم واعشابكم الاكيد كانت الوصفات التي سبق لي شاركتهم معكم ان شاء الله سنقدمها في هذا الفيديو والفيديو الماجي بإذن الله الميني بيرجر سيكون الخاصية فيه هي هذه البصيلة التي ستكون ممس لمس لا تأتي رائعة فيها كثيرا واللاصص الكورنيشون والبصيلة التي سيضهن بها الخفيزات قديت واحد البصيلة كبيرة هنا اولا اذا كانت كمية كبيرة نأخذ بصيلة ونقطعهم بحلها كرقاق ونشنفهم رقاق بسرعة ويتعسلوا بسرعة ندروا شوية الملحة وشوية الزيت ونجعلهم على عفية مهيلة حتى يتشحرهم جيدا ويتعسلوا واللون بني هنا على الجن بدايرة الدجاج بحليب الكوكويت لنعمر به البصيلة الصغيرة الوصفات التي قسمتها معكم في الفيديو السابق أو في العراضة في الأسبوع التي قامتها تتجيب من أروع ما يكون نتمنى تجربوه وهنا الخبز بورجر حتى الخبز السابق الذي شاركته معكم ونزلت الوصفة هنا في القناة ستكتبوا غير بورجر نكهة مغربية في اليوتيوب وسيطلع لكم اول فيديو انا هنا شكلتهم ميني بورجر صغيرين بثاف انا هنا ستسفرت البيت ونجعلتهم محدوج مع علاقة خين في خاش ودهنت به وجه الخبيزات بحلاكة نصف زنجلان ونصف الاخور ونجعلتهم حمرهم جيدا ودخلتهم من فران شعله على 200 درجة من التحت حمرهم جيدا ونجعلتهم من الفوق ونجعلتهم جيدا وصيبت البتبطة صغيرين او الميني بطبطة او المخيمرة صغيرين اللي سنعمرهم الحشوة مختلفة ورائعة سنحتاجوا كمية الجاج وصدر الجاج من بعد مطحنتهم جيدا سنضيف مقيلة ونضيف مقيلة السوجة ونضيف معلقة حبوب الخردل ونضيف معلقة صغيرة الهريسة هنا الهريسة اللي استعملت انا كنت عارفها محرر شفية غير النكهة من الحرورة سنستعملوا الهريسة اللي حارة بزا فردوا الهريسة زدت شوية التوم بودرة والبصلحة هي بودرة وشوية القصبور ومعدنوس انا استعملت هذو اللي منشفين الاكيد لما كانوا عندكم هذو اللي منشفين ممكن لكم تستعملوا الطريل عادي سوف نشحرهم جيدا سوف نشف الماء اللي سيطلق لنا الججج خاصة هذا الججج او هذا الكفصة سوف نشف مزيد من الماء لكي لا تفزق لنا بعد ما تشحرهم جيدا سوف نقلبهم هكذا اللي سوف نخلط فيه ونزلوا لهم حتى الكيمية اللي سيطلق لهم انا اخذت اللي سيطلق من بعد ما قصلتهم قدرتهم في مقلمة الاستقش وخليتهم حتى نزلهم جيدا لا ملحة لا زيت لا شيء حتى نزلوا بوحدهم وشربوا ذلك الماء او لانشف ذلك الماء اللي فقدوا وقتلتهم طريفتها كصغيرين وزيتهم على الدجاج هنا انا ما ضفت الملحة لف الدجاج ولف اللي سيطلق الصوجة كافية والملوحة اللي زيبينة باركة بالاضافة اننا سنزيدوا الجبن سنزيدوا واحد الكيمية الفرمج محكوك الفرمج ايضا يستعملوا عادة في المطبخة حكيت واحد الكيمية واحد العلبة دي الجبن الطري يمكن لكم طبيعة الحال استعملوا جبن اللي هكذا الصنعي منزلي حتى يجي رائع سبق اليوم نزلت الوصفة دياله في القاند وبدأت تنعمر بهم الخبيزات بحال هكا وفي الوجهة تنزيد الفرمج محكوك هذه الحشوة الميزة ديالها يمكن لنا وجدوها بكري وتتقدم في البطبط ولا تكون سخونة يعني ممكن ناكلوا هذه البطبطات هما دافين او باردين يعني ماشي بالضرورة يكونوا سخان هذه هي الميزة ديالهم بالاضافة الى نكهة ديالهم ومختلفين حشوة ومختلفة على الموالفين هنا ندوز باش نصايب الكروكات ديال الجاج ونصايبهم ونجدهم في التلاجة حتى يوصلوا لوقتها الفطور هنا اخذت الكيمياء ونصايب الملحة ونصايبه ونصايبه سوف نزيد قليلا ونصايبه ونصايبه يمكنكم تستغناء في هذه الوصفة تماماً غير اضافة ونصايبه 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 كيف ممكن تصايبه تدخلت الملحة والكورية وباركة وتركت الملحة نصايبه ونصايبه في طريفة موزاريلا ونصايبه على ملحة والكورة والكورة سوف نأخذ الكوائرات و ندوزهم في دقيقة و الأول من بعد في بيضها كم طربة مع شوية الملحة و ندوزها في الشاكليوغ أنا أخطرت أن ندير هذا الشاكليوغ في الكوكيت أو لأي حجم قلية تجيء رائع في هذا الشاكليوغ هذا يحسن من الأخرى العادية التي تكون لونها قوي فالشاكليوغ تتولي حمرة بثاف هذه تتبقى زوينة بثاف في القلي سوف تنكمل كمية كل هذه و نديرهم في تلاجة و نجعلهم يشدوا رأسهم و يبردهم جيدا قبل أن ندوز نقليهم و ندوز دابا نصيب لصوص البورجر و ندرها في تلاجة حتى الوقت اللي سوف نقدم فيهم البورجر هنا سوف نأخذ كمية البصلة البيضاء أو البصلة الخطارية سوف نقطعها رقيقة و نشلطها مع الكوغنيشو و نأخذ كمية تقريبا متساوية كمية البصلة الخطارية و نقطعها رقيقة و رقيقة بثاف سوف نضيف معلقة كبيرة كيتشوب و معلقة كبيرة الموتاغد و سوف نضيف المايونيز و واحد شوية المعدنوس سوف نخلطها جيدا و نضيفها في تلاجة حتى الوقت التقديم بالنسبة للشوصون فهذه الشوصون هما اللي درت في أول نهار رمضان و تقاسمت معكم الوصفة أو تقاسمت معكم الفطور كامل و كانت في هذه الوصفة أخذت غير بطفويتة و عمرتها بأنواع دي الجبن و خلط مع الشاكوتخي و ازعتر محكوك تتجي حتى هذه العمارات تتجي تتحمق سريعة و بنيناء بثاف سوف ندخلهم بصفرة البيض اللي خلطت مع الكرين فريش و سوف ندخلهم من الفرنشة من فوقهم من تحت 200 درجة حتى يتنفخهم جيدا و يتحمروا و نخرجهم هنا الكيش السلامون طاب و تحمر خرجته لكي ندخل هذه الشوصون بالنسبة للوصفة الكيش السلامون مازال ما ننزلتها ان شاء الله في هذا الأسبوع سوف ننزلها في فيديو خاصة ستأتي من ألد ما يكون هذا البسيط اللي بتجاج بحليب الكوكو سيغاغ في العمارة اللي بقى لي من اللي شوصون درتم هكا السيغاغ يتبقى لي من هكا بسيتلات فدرتم على تشكل هذا هنا قدرت الفطور او الا التواجنت اللي قدمت بالفطور كانت الجيل الاول هو ديال الرايا بلا سوطماط وأنا تعتقدم هذا الكثير من أجل مع بزروق و لكن للاسف لم نجد بزروق جديد هكذا الكثير فما درتوش أخلي صغير الراية بوحدة ولكن حتى طويجين للراية بوحدوش يجي هائل بزاف بزاف ان شاء الله سننزل الوصفة ديالو في فيديو خاص هو المقيلة ديال الكبدة هكذا بشي سهل عليكم البحث ويبقوا في فيديو خاص بهم يكون حسن ما يكونوا هكذا يعين مع فيديو في الوصفة تكتر سفي هنا البسيطلات والسيجاغ من بعد ما تحمروا خرجوا من الفران تياخدوا هذي اللون زوين لما نعود نشكر لكم هذو كل البريوات ديال الدجاج بحلي بالكوكو وانواع الفرماج رح تيجيوا جايين من عالم آخر بالنسبة للعاصر فأول واحد درت هذا السموسي هذا بالفواكه الحمراء بليتخويهوج مع يهورت مجمد والعسل والماء أنا هنا غير حتى العناصر ولكن هنا ما تحنتهم حتى قرب وقت الفطور عاد تحنتهم بشي بقوا مزياني هنا الفواكه الحمراء أو الليفخويهوج فكانوا مجمدين وحتى الياغورت ديال الفاني كان مجمد سوف نتحن كل شي بشوية ديال الماء وسوف نحلي بالعسل وهما هكا خاصوا من التحنوا مثل الجين بشي دكتور المعروفة ديال السموسي بالنسبة للعاصر الثاني فكانوا فيه هذي الليفخوي مع عاصر الليمون كان في شوية ديالاناناس والمونج والكيوي وحليته بالبعنان في البعنان نزلت هنا مع الفواكه غير بشي حليهم بطريقة طبيعية ومنحتاج نزيد السكر وهذه المقيلة ديال الكبدة ديال البقري بالبسلاوي في الفلاها كاتدجي ان شاء الله سننزلها هي والمقيلة ديال الرايب ماطيشام سننزلهم بشجون فيديو واحد بشي يبقوا محفوظين سافي وهنا يدس باش نعمر الميني بورجر الكفتة من بعد ما طيبتها هنرت لها العطرية العادية ديال الكفتة شكلتها كويرات وطيبتها ادخلي تديك الخبيزات ادهنتهم ديال كلاسوس اللي سايبنا من القبل ودرت طريف ديال الفرماج ديال السندويج وحطي تديك الكفيتة ودك البصيلة المعسلة تتجي في البورجر ديالك البصيلة تتجي تتحمق يرجربوها تتجي يزوي نبزة سواء في هدلي ميني بورجر او لفلي بورجر العاديين بطبيعة الحال ممكن نزيدو شوية ديال الخص ممكن نزيدو شوية ديال ماطيشا اللي بغيتو انا فضلت نقدمهم غير هاكا مازلت معهم وعلو سافي هنا يا ره ما بقى الادان والو واقع ليشي خمسة دقايق او لعشرة دقايق درت كاسرونة فيها الزيت يسخون مزيان حتى سخنات عضفت الكوكيت هنا الزيت لا نكون سخونة على درجة حرارة مرتفعة يعني ستكون غير حرارة متوسطة سوف ندر فيها لكوكيت بحال هاكا حتى يشد راسهم بدأوا تحمروا ونقلبوهم لا نقلبوهم ونقلبوهم ونقلبوهم فيهم وننزلون مشتو راسهم حتى لا يتحلوش سافي غري يأخذوا ذلك اللون الزوين سوف نحيدهم ونقدمهم بالنسبة للسوس اللي قدمتها معهم فأخذت يهورت المسوس مع شوية ديال الملحة وشوية ديال البزار وشوية ديال الموتاخد وشوية ديال العسير ديال الحامض والزيت البلدية خلطتم هكا ودرجوش انواء واحدة اخرى ديال العسير لافوكا بالحليب اللي حليته بالتمر وعسير ديال بربا مسلوقة مع خيزو ممسلوقش بقطع طريفات صغار اللي تحنتهم مع شوية ديال العسير الليمون بالنسبة للسوس ما درجش للحريرة المغربية وانا ما درجت ديال السوس اللي سبق اللي شاركتها معكم ديال الكخوفيت والخضراء اللي جربها غادي عرفني عليش تنهضرو بزاف اللي جربوها شكرا للتقال ديالكم وانا لا يخطيكم وهكا كانت طيب لدينا وهدو مالاقتراحات او الوصافات اللي قدمت لكم نتمنى ينالو اعجابكم وخليت لكم الهنا وراحت للبلح تنشوفكم فيديو جديدة شكرا وبسلاما مالا